وحاولت تعبير مش عارف يعني يابلوا مني لا يليق بنا لا يليق بنا أن نقلق أبدا شوفوا أنا أحاولكم على حال اسمعوا كلامي أنا لما بلاقي الألأ بقول ليهم حق بس لما بلاقي فيه مبلغة في الخلق بقول لا إحنا مش كده لا إعلاميا ولا مفكرين ولا مثقفين اسمعوا والله 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 أنا يعني أصلا لازم أحسب الكلام بتاعي كويس لازم أحسب كلامي كويس أوي مش بس الكلام الكلام والتصرفات لازم تتوزن بمزان من دهب مستقبل البلاد والشعوب مش بال لا ده بالعمل والعمل والعمل وبالمناسبة في كل اللي فات في كل اللي فات إحنا ما نجحناش إلا أن إحنا دائما كنا معا يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا أي تحدي أي تحدي إن شئتوا من أنتوا تسموه تحدي لا يمكن حننجح فيه إلا لما نكون كلنا على قلب رجل الواحد على قلب رجل الواحد من فضلكم الكلام لكل الناس لكل المصريين وأيضا لكل الأشقاء في أسيوبيا والسودان تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعا لنا ولكم ونعيش كلنا في سلام وأمان دي كلمة أنا بقولها لكل من يهموا الاستقرار والسلام والتنمية بعيدا عن أي شكل من أشكال يعني التهديد أرجع تاني أقول أرجو أن القلق اللي موجود ده يبقى يعني لا يليق بينا تاني بقول أن هذا القلق يبقى يعني حاجة تاني قبل ما يحصل أي حاجة لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروح عشان حاجة تحصل على مصر غير كده ما فيش مش عايز أطيل عليكو أكتر من كده مش عايز أطيل عليكو أكتر من كده لكن بالله إن شاء الله الأمور هتبقى كويسة وإحنا ماشيين في طريقنا وخططنا في كل شيء ماشي بفضل الله بشكل عظيم وجيد ما تلقوش من حاجة ومن فضلكم عيشوا حياتكم عيشوا حياتكم هقول كلمة بتقولوها أنتو يا مصريين كلمة صعبة مش عايز أقولها لا مش هينفع أقولها لا مش عايز يعني لا خلاص مش هينفع مش هينفع يعني يعني بلا شهري يعني بلا شهري يعني